من جديد يعود وباء الكوليرا إلى الواجهة في اليمن حيث حذرت منظمة أكسفام في تقرير حديث من عودة جائحة وباء الكوليرا في البلاد بالتزامن مع موسم الأمطار بدءاً من إبريل القادم وحذرت المنظمة من ارتفاع عدد المصابين في ظل انهيار القطاع الصحي في البلاد حتى أن معظم الأنظمة الصحية باتت على وشك الانهيار المنظمة أشارت في بيان لها إلى أن اليمن في العام الماضي حل تأفي المرتبة الثانية في انتشار الأباء على الصعيد العالمية ولا تزال الحالات في تزايد مستمر وسجلت إحصائيات حديثة نسبة ارتفاع ملحوظة في معدل الكوليرا خصوصاً في محافظات صنع حج الحديدة تعز وذمار منذ العام 2017 وسجلت المنظمة وفق بيانها أكثر من 56 ألف حالة مشتبه بإصابتها في الأسابيع السبعة الأولى من العام الجاري أي ما يعادل عدد الحالات المسجلة في العام الماضي فيما وصل عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن عام 2019 إلى ثاني أكبر عدد يتم تسجيله على الإطلاق في بلد ما في عام واحد ولم تسجل المنظمة حالة تفشي أكبر من سوى التفشي الذي سبقه في العام 2017 حيث كانت هناك أكثر من مليون حالة إصابة وتظهر الإحصائيات التي يتم رصدها الإصابات بالكوليرا في اليمن خصوصا خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية إن المرض لا يزال متفشيا في البلاد ويفتك بحياة اليمنيين في ظل انهيار القطاع الصحية واستمرار الحرب التي شعلتها المليشيات الحوثية على اليمن واليمنيين والتي دخلت عامها السادس ترجمة نانسي قنقر